بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لحمد نواف النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهدت مبرأة من الشك والتهم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعقم صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وأمته وأفضل الأمم أهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانية المغربة مستعنين بالله سبحانه وتعالى ثم بكتاب العظيم القرآن الكريم وبأسماء الحسن العظيمة إذا قدر الله وشاء واستفدت من هذه الفائدة الكريمة فضلا وليس أمرا أسألك الدعاء والاشتراك في القناة وكومنت وليك وشير ليصلك كل فائدة جديدة مغربة بإذن الله تعالى وأذكر نفسي وأذكركم بطقوة الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل مراد فإلى فائدة اليوم نبدأ على بركة الله عنوان فائدةنا إن شاء الله النهاردة ضع يدك على وجهك وإقرأ صورة تلك مرات سيرسل الله لك مبلغ على يد شخص يعني ربنا هيسبب لك الشخص ده سبب في المال هذه الضرة الكريمة هي من الضر النظيم في خواص القرآن العظيم يا جماعة الخير يا أصحاب القلوب الطيبة كلنا عايزين نعيش حياة كريمة ومستقرة والفلوس جزء مهم من حياتنا كتير مننا بيبحث عن طرق سريعة وسهلة وحلال علشان يحسن دخله النهاردة حنتكلم إن شاء الله عن موضوع وفيدة جديدة شغلت بال كتير من الناس وهو علاقة الدين بالمال والرزق سمعنا كتير عن قصص وأدعية وأشكار وفوائد بجلب الرزق والمال ومن ضمنها الفيدة دي إن شاء الله اللي هي لو أريد صورة معينة ثلاث مرات وإنت واضع يدك على وجهك بطريقة معينة بخطوات معينة أتيجي لك فلوس بس قبل ما نروح للفيدة وخطواتها لازم نفهم ونعلم إن الدين بيأمرنا على العمل والاجتهاد بعد التوكل على الله عز وجل مش الاعتماد على المعجزات والفلوس الفلوس بتيجي نتيجة التوكل على الله والمجهود والصبر والعمل والدعاء المستمر في الفيديو ده هنحاول نفهم مع بعضنا هل في علاقة بين قراءة القرآن والأسقار والأدعية وجلب الرزق قولاً واحداً نعم أهم شروط نجاح الفائدة الكريمة دي هو التوكل على الله عز وجل وبيقين وإخلاص النية وأكرر وبحسن الاعتقاد برب بالعباد يحصل المراد تابع خطوات عمل الفايدة الكريمة دي في الفيديو خطوة بخطوة للنهاية للاستفادة الكاملة منها تعمل في أي وقت بعد صلاة العشاء أولاً إخراج صدق بقدر ما تستطيع على قدر تأتك حتى لو كان خبزاً غفعيش لا يكلف الله نفساً إلا وسعى ثم صلاة ركعتين لله تعالى وأنت في مكان طاهر لوحدك بعيد عن الناس ثم الاستغفار بهذه السيغة أستغفر الله العلي العظيم الحي القيوم لظلمي وجرمي وأتوب إليه سبع مرات ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الشاكرين سبع مرات ثم ذكر اسم الله يابر متين واثنين مرة بسر قوة عدده ارجع لجداول الأعداد الكبرى والوسطى والصغرى رفعهم لك على القناة فيديوهات الشرط عشان لا تحتار ولا تدور كل قناتك ان شاء الله غنية بالفوائد والمعلومات الصحيحة المجربة ثم تلاوت هذه الصورة الكريمة إلا عليها مظهار العمل وهي صورة التين ثلاث مرات وأنت واضع يدك على وجهك ثم هذا الدعاء المبارك القصير مرة وحدة اللهم يا بر يا لطيف أسألك بحلالك وجذالك وجمالك وقدرتك وبصورة التين والزيتون أن ترزقني من حيث لا أحتسب وتجعلي من كل ذي مخرجا ومن كل هم فرجا يا أكرم الأكرمين اللهم اغنني بفضلك عما سواك يا حي يا قيوم يا زلجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم توكلوا على الله وعملوا بأزير الجوهر القرآنية بقلب سليم ونية خالصة لله وتوكل على الله إن شاء الله توفقه بإذن الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة التواصل ما على الوطس للكشف والعلاج الروحاني فقط وليس للتعارف والدردشة من عشر صباحا إلى تمانية مساء يوميا معدل جمعة بتوقيت مصر وفي أمن الله وحفظه ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته